النيابة العامة في السويسرا انتو عارفين انه كان فيه تجاوزات شهيرة جدا وفيه فضائح كبرى لو صح التعبير فيه مسألة انه حصلت احتيالات مالية جوه الاتحاد الدولي لكرة القدم في الوقت بتاع بلاتني وبتاع بلاتر وبعدين اللي حصل انه اصبح فيه اكتر من بلاغه اكتر من قضية وما الى ذلك النيابة العامة في السويسرا بتطالب عقوبة السجن تطالب لسه عقوبة السجن لمدة سنة وثمان شهور عشرين شهر السجن يعني مع اقافة تنفيذ بحق بلاتني ميشيل بلاتني وطبعا زي ما حالكم عارفين ده كان رئيس السابق بتاع الاتحاد الدولي لكرة القدم الاوروبي وكمان جوزف بلاتر وهو الرئيس السابق للاتحاد الدولي بقى بشكل عامل الكرة في الدنيا كده طيب انتو عارفين ده كان على ايه بقى على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم طب احتالوا عملوا ايه قالك الاتنين دول خدوا تعويضات غير مبررة بقيمة اتنين مليون فرانك سويسري لصالح بلاتني اين مليون فرانك سويسري يعني حوالي تقريبا مليون وتسعمائة الف دولار فالجماعة السويسريين قالك لقى المحكمة الجنائية الفيدرالية في السويسرا اصدرت قرار في تمانية انه قرارها بانه في تمانية يوليو المقبل خد بالك بقى تمانية يوليو اللي جاي ده يعني مع وقفة العيد كده ان شاء الله يعني كل سنة طيبين بالمناسبة انه تكون هذه العقوبة التي تقضي بحبسهم عشرين شهر مع ايقاف التنفيذ هنا انت لازم تقعد تفكر بصوت عالي في ايه لي يخلي اتنين عندهم تاريخ مزهل في رياضة هي الاكثر شعبية على مستوى العالم زي كورة القدم بلاتني وبلاتني الاتنين يقضوا على مسيرتهم المهنية بهذا الشكل تستغرب وبعدين الناس دي كسبت مكاسب مالية زي ما نقول كده ايه بالحلال على الترابيزة مش حاجة حتى الترابيزة ملايين بالعبيط كتير جدا ايه اللي يخليهم يطمعوا في اتنين مليون فرانك سويسري يعني ليه طيب ايه اللي كانوا بيفكروا فيه وده بيخليه فعلا بفكر معاك بصوت عالي زي الموظف الفاسد ليه انت بتفكر في ايه متصور انك انت هتعدي مثلا ايه محدش واخد باله وبالذات تعرف اتمن سنين اللي فات ودول احنا شفنا كم مزهل من قضايا الفساد ما فرقتش مابين كبير وصغير الغلطان يتحاسب اسماء كبيرة دخلت سجون وخدت عقوبات كويس وده شيء مطمئن مطمئن لسببين اول سبب ان الدولة تعلن الحرب على الفساد ومطمئن انه التخين يتحاسب قبل الرفيع الكبير يتحاسب قبل الصغير حلو انا دي من اللي كان يشغل بالي طب هو معقولة تبقى انت شايف مثلا انه على الاقل على الاقل كل شهر في حاجة وناس بتتقفش ويتحقق معاها وياخدوا العقوبة بتاعتهم وانت عادي كده قلبك قاعد بارد بتمارس فسادك وترتشي وتستولي ومش خايف يا انت طب افترضنا انه ضميرك مش يقز وانك ما رجعتش نفسك وانك ما توبتش لله سبحانه وتعالى مش قلقان المسألة دي غريبة جدا جدا والفساد في كورة القدم ده بالذات بالنسبة لي غريب ليه بقى مفترض جدلا انه لما بتخش الاتحادات الرياضية دي اه اتحادات الرياضية بقى محلية او قرية او دولية الى اخره ومش بس في الكورة يعني مفترض انت بتعمل ده لان انت بتبقى شايف انك عايز تخدم الرياضة اللي انت افنيت فيها حياتك وعمرك ايا كان نوع يعني تخدمها على ما يبدو ان بعضهم بيحب يدخل الحاجات دي علشان خطر فيها سنبوبة كبيرة يعني يلا ربنا ايها دي اشتركوا في القناة